حركة النهضة شارعت في الإجراءات القانونية من أجل مقاضات الوزير السابق الوظيفة العمية وكفحت الفساد والسلاح لداري محمد عبد على خلفية ثلاث يامات الأخيرة اللي وجهها الحركة وإحالة شكاية لوك الجمهورية تتعلق بشبهة تبييض الأموال عبر امتلاكها لأربع قنوات التلفازية فضلا عن شبهات حول مصادر تمويلها صحيح هذا؟ نحن ما كناش نتمنى أنه علاقتنا مع الأخ والصديق محمد عبد كشخص وكمسؤول في الدولة وكقيادة في حزب صديق وحزب شاريك في مكفحة الاستبداد وعادت بينا الدولة على صص الحرية والكرامة والشافافية ما كناش نتمنى وعلاقتنا توصل لهذا المستوى نحن كان عنا قرار في مدل أخيرة في التشكي بكل من معناها أعتداء على الحركة وعتداء على ثقافة التعايش بين التوانسة باتهامات باطلة مهما كان اسمه ولنتمنى أن الناس كل تلتزم بحد أدنى من المسؤولية السياسة صحيح فيها منافسة وفيها تجهيل هداف لكن السياسة رأي فيها أخلاق وفيها مسؤولية وطنية والسياسة ما تتمناش على التهمات وعلى التسرع وعلى المعنده حتى قيمة وأنا سبقت قلت ولحظت ثلاثة ملاحظات مع كل الاحترام صديقي وزميلي في المحامات وزميلي في حزب معناها نكون له لكل الاحترام أولا أن وزير كي يبدو يكون في الدولة ما يستنى شاخر نهار يخرج باش يوجه التهمات لأي طرف وزير كانت عنده وهو وزير مكافحة الفسائل وكل وزير كانت عنده مكانية باش يوصل الملفات اللي عنده للقضاء مفهمتش علاش أنا هيبقى حتى الاخر لحظة اثنين أنا مفهمش كيفاش من ناحية تهمونا بالفساد ومن ناحية قبل بنهار من تزكية حكومة المشيشي يتصلوا بينا ويدعيونا إلى معناها أنه نتشاركوا مع بعضنا في إيجاد حل الأزمة خلق شعور في رئاسة الحكومة وتعويضه بوزير مقابل إسقعة حكومة المشيشي اللي صار هو اتصال من أجل إيجاد حل الوضع السحيب لتوش البلاد الوضع السحيب السحيح لكن نحن مقتلفين في المقاربات في المحلول لا أنا وقت سألتك المرة الأخرى سنودي البحيري نهار واحدة وثلاثين قوت كانت إيجابتك أنه التيار ديمقراطي اتصل بنا وعرض علينا هذه الخطة هذه ذكرتها نذكرها مليح هذه نذكرها مليح نذكرها مليح ومتزي الموجود وطيار ديمقراطي خرج سمحني سنودي البحيري وقالوا هذا كذب طيب على كل حلوان نعاول نقول واللي حضروا هذه اللقاء أحياء وشهود والأخي عمد الخميري اللي كان طرف في هذا اللقاء هو نفسه صرح ومحمد القماني اللي كان طرف في اللقاء على حركة نهضة هو نفسه صرح التوشي اللي بنا من عناصر في الطيار الديمقراطي من أجل حوار وقالوا معناها أتيتر برسوناله بداية أحديث شخصي من أجل ربما تعميق وكانوا هناك بوضوح أحديث على أن حكومة المشيشي مش ممكن تمر ويجي نلقوا حل تم وضوح حقا من وضوح حضايا يقول لا يقول لا مش ممكن تعمل كل حل نحنا كنا رفضين لهذا الخيار يقولوا هذه مبادرة من حركة النهضة نعم هم يقولوا هذه مبادرة من حركة النهضة لا حاولوا ورقوا تلبلها تولاك هي مبادرة أخي صاحب مبادرة يتصل توكي نبدأ أنه يا أنا عندي مبادرة وعندي فكرة ونحب نحكي معك بي أخي أنا أتصل بيك ولا أنت توحي لي يا جيني شكون تصل بساحب شكون اللي اتصل وتلب نوردين العرباوي نوردين العرباوي كان في القسري وتلب عماد الخميري وعماد الخميري أنا شخصين تصل بي قد له أسألوا معناها شنو معناها الموضوع على الحوار أخي نحنا موعنا مقرنا في مبلزير دهولي ناس كل معناها تعرف ولا حط المعارش للبلاد أو البوليسي أرضو في الثنية قلوا وراني بلاي مقر الناس تتواصلوني ومش لازم تسمي شكون من الأخيان في الطيار وتقابلوا وفرحوا بهم وأحكي أولي أنه هذه العلاقات في الآخر نحنا اختلفوا سياسيين وحزبين لكن العلاقات الإنسانية بناتنا تبقى وهذه قيمة قيمة كبيرة هذه قيمة الأخلاف قيمة تعيش يعني إذا كان أنا عندي مبادرة أولا كيفاش أنا ما نتصلش بيك ونتصل بيك وثانيا كيفاش أنا اللي قبلها بنهار نحكي على دعم حكومة المشيشي ونهاروتا نحكي وانا تارح لي كذا هذا يقول حال خليني نقول لك حاجة هذي من الماضي أنا أعتبر أنه من الماضي وطبيعي جدا أنت اختلف في ريات لكن حددنا من المس نحن اليوم أولاد اليوم خليه الماضي وخليه جراحات الماضي وخليه سراعات الماضي وخليه اللي قلتوه صحيح وغالط وباطل وخليه اللي قلناه صحيح وغالط وباطل من البشر ويجا طو بنانا على معين ومشاركة ما نوعين ما نمتفهمين كون الوضع في البلاد وضع خطير جدا كون التوانسة اليوم هي الكورونا قادة منهت نعم والأسف الشديد قادة بسرعة قسوة وعضح أرواح التوانسة في اختر موالم في اختر مستقبل في اختر يا أخي بعد هذا كله ما زلنا مش نبقوا متعاركين هذا ما يعمل هل نسأل كده ما عاش نسألنا نتعاركوا ايش نتفخوا ايش نحكيوا ايش نتعونوا ايش نلم قلقكم انه محمد عبو بصفاته وزير ولا مش وزير يمشي الى القضاء مش القضاء قدم ملف للقضاء نحن قلقنا في حاجة عليش مش نشكو به لا لا شوف مش نشكو به انه الدعاء وبطل مش نشكو به لقدر قدم القضاء هو توسي كي يخرج كي ما عامل بن حليمة يخرج بخور الكلام العاقل يبدو يقطع في شعره شي يحكي السيدة داي شي يحكي السيدة داي ولا قفراش ايش شاد فرانسا ومغاد يبثلن في الصوريخ عبر القرات كاذب ومبتن ولا محمد الهند اخي واحد كي يكذب علي كي واحد يكذب علي ويفتر علي وانه مقتنع ببرات مش من حقي باش نشكي مش قانون يقول هيك هو مش للقضاء دونك مش متقلقين تو مش نشكيو به لا مش هسخي هوش به مش القضاء اه كاكا اي واحد مش القضاء قدم ملف القضاء لا ينشب يشكيبية يشكيبية يتهمني اما ميخرس لعلام يتهمني في جريمة اللي انتي عندك اربع قنوات اللي عندي والله هنلوج هنعطيني مفتاح انت قلت في واحدة من قنواتكم اللي هي الزيتونة قلت تعطيونا المفتاح عطيونا هاتو ما عندكمش بتاح الزيتونة تعطيني هات تعطيني نسألش مفتاح الزيتونة مش عملكم تي ما اخي توق البينة عليش كون على من دعا ولا على المدعا ليه تخينا نقول موزايق في شبهات الفساد لا لا أنا توق نقول موزايق متاع سي صارح بن عمق في شبهات الفساد البينة على من كيفش تقولوا انتم في المحامات البينة عليش كوبيه لا بدن لا 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 بدن موتبت القانون هذا كتبات البراء هذا كتبات البراء مديم اللي يدعي حاجة تونا نقول موزايق متاع فلان فلان باي خلينا من قبل لالفين وحداش موزايق كانت بالتمويل متاع فلان محكو لا لا باي ايش كونه قلتو شكونه فلان لاش هاي باي ساي بارش ايكسات واحد مولا اخي مغير تمويل بارش 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 شركة ولا موسي باي اوك فلان وفلان اختاكن موزايق اخش بايش مدوريش داتي كيجي اليوم هنأتهمه زي هيك ولا اتهم حزب تاحية تونس قلوا راه هو هو اللي اتصار في الموزايق ومتاع تاحية تونس معنوش حق باش يقول لي اخوي يجيب دايليك وانش كبير كيجي مش القضاء هاو قدر القضاء باي انت ما اقتهمتني انه عندي اربع قنوات تلفزية وانا في العلامة فقير قليل زوالي ناكل في الاسماني ما سايش هل خلنكمل يخدم واحد لاندو اربع قنوات تلفزية وفين نمش ويقول ناركم في العلامة موركم دعبا يخطرهم فاشلي شنهوما قنوات اللي عندكم انا هوما زام تاسعة ولا حبار تونسي يقول لا ليه ما انا اللي حب نقوله خليني من هضايا خليني من هضايا لانه هضايا في الحقيقة من نجم اللي يسيء للحياة السياسية ويسيء العلاقات بين الناس نتنافس ونتعارك ونتخاسم ساعات الخصومة توصل لحد الفجور فيها يعني هذا كله يحصل ولكن حد أدنى من الأخلاق تتهمني بحاجة ما اقتهمتني بحاجة وخرجت لعليم وقلت عندك وعندك وعملت 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 تفضل قدم الحجاج متاعك قدمها التوازة اللي تواجهت لهم وقلت ولذا كانك يقول مو زيك ولا تاسع متاعه نقدم الحجاج متاعي قدم الحجاج ونقول تفضل وهاني مشهة القضاء اللي هو مش كامل اللي بقية لأن القضاء مشيخ وحكام وشك كذا أما هالتساهل 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 في توجيه الاتهام وفي التساهل هالتساهل هالتحكي هذه متاع الارهاب متاع العملية متاع الخطاوي اللي بمناسبة نترحم على روح شهيد ونترحم أرواح كل شهداء الأمن الوطني وجيش الوطني طب بلادنا في حاجة باش تثيروا هالمعارك هذه بلادنا في حاجة والارهاب يقصف في خيرة ولادنا يقصفون في رواح بلادنا في حاجة والفقر منها هكتشوفت الناس مزال تقرق في قمة في المستير يبقلب ولاية المستير وما أدرك اللي الناس تحسدها على منها ما أنش يزا فيها غرقت في قمة وبعده هو فيها مغروق في قمة عارفين وضع البلاد هو في هذين نحن عايشونه في المعاناة اللي عنو فيه عنو فيه انتخبونا واخترونا خلنا نكمل في حال دماء اللي نشوفه فيه فيه الفقر فيه المرض في النساء نمشي في السبتال ساعة اللي قام سكر نساء خلنا نكمل خلنا لا لا فهمك تاسبر علي واشالة ما رجاي تذكرني وما تسألها فهمك زي ما مزلت ما بقعة مزلت عنا عنا في مخاخنا في قلوبنا بقعة ولو منها في حاجة منضر متع تراب باش نفكروا في العرق وفي الخصومات والتجذوبات والتهمني بالباتل ونتهمك اي اي خلنا تلاها بتونس خلنا تلاها بتونس من الفين واثناش وانتي في الحكم اينا حاسبك شا عملت فيهم ماذا من الكل حاسبتون تحاسبو مسالش انا وقتش تحاسبو اعملي جلسة تحاسبو مسالش اعملي جلسة مش هادل نحكي فيه فهمك لا لا خلينا استسمعني مسالش مش كيف منه كيف تتفهم ما تسألني السؤالة ضايا يا توانسة لاخوة في الطيار وفي حركة الشاب وفي الاسلاح وفي اليسار وفي اليمين راهوا حجم الخطر الداهم اللي حد التونس ارهاب وفقر وكورونا وميزيريا واسبيترات مش تتدمر وتسكر ومدارس الله وانبيه حسن المدرسي ان شاء الله يا ربي نعمله ان شاء الله وحجم كده زام ما عنداش خلوب ما عنداش عقول ما نحسوش ما نشوفوش ما نسمعوش زام الواحد يلقى في هذا مع هذا الكل يلقى وقت باش انا نلوش لمحمد عبو شعملش وعملش تي مالي مالو انا تي بلد مهد برثياء ونخم في محمد عبو ونخم في حسن ناس فيه ونخم في النوردين البحيري سينودين البحيري تونسولة 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 بالتفكير وتونسولة بان الواحد اعتاه وقته تونسولة بان يعطاه جهده وتونسولة بان يعطاه شي من قلبه سيبونا الاستراعات ومتفاهات اللي ماتفيد حد وما تصل بعد تعد وفي الوقت عليش انا فاهمك خاتر سألتك اشي عملت فيه هذا الكل اللي قاعدت تحكي فيه انت كنت في الحكم اعمل يا اعمل يا اعملنا حلقة ونقول لك اعملنا حلقة ونقول لك اعملنا فيه اعملنا حلقة ونقول لك اعملنا فيه اما هذا ما يمنعش كونه اليوم يزمنا نحسه بالختر وهو خطر حقيقي مش كذب ويزمنا نتكاتفه ونضامنه ونتعلاه وانا مشكلنا وجراحنا والي صار الكل قبل رأوا فيه لا ربح ولا خسر الناس كنا منتصرين واخرها معناها تزكيد الحكومة رغمت ما شكون انهزم وشكون انتصر الكلنا متاثرين وتغسرين متاثر وشاء انتصر على الكورونا حركتنا هذا بمجلس نويب